السلام عليكم إذا كان نظام ويندوز 10 عندك باللغة العربية واخترت التنسيق الإقليمي المملكة العربية السعودية فإنك بالتأكيد سترى أن التاريخ الافتراضي هو التاريخ الهجري الذي يظهر لديك في النظام وإذا كنت تريد أن تغيره إلى التاريخ الميلادي ولا تعرف فتابع معي هذا الفيديو خطوة بخطوة لترى الحل البسيط بسم الله الرحمن الرحيم لضبط تنسيق التاريخ في نظام ويندوز 10 وتغييره من التاريخ الهجري للتاريخ الميلادي نتبع الخطوات التالية نتوجه أولا إلى قانة التاريخ أو أيقونة التاريخ والوقت نضغط كليك يمين أو زر يمين ثم نذهب إلى ضبط التاريخ والوقت تظهر لنا هذه النافذة وبإمكاننا فتح هذه النافذة بطريقة أخرى نذهب إلى قائمة البدء ثم نذهب إلى الإعدادات ومن هنا نذهب إلى اللغة والوقت ومن اللغة والوقت نتجه إلى المنطقة طبعا ومن المنطقة عندنا التنسيق الإقليمي التنسيق الإقليمي له علاقة بتنسيق التواريخ في نظام ويندوز 10 طبعا هنا عندنا اللغة العربية المملكة العربية السعودية كما رأيتم إذا اخترنا المملكة العربية السعودية تظهر لنا التواريخ بالتواريخ الهجرية طبعا بإمكاننا تغيير إلى دولة أخرى عربية مثلا إلى دولة أخرى فيكون التاريخ بالتاريخ الميلادي مثلا لنختار سوريا مثلا كما رأيتم أصبح التاريخ تاريخ ميلادي لكن نحن نريد أن نبقي المملكة العربية السعودية لكن بنفس الوقت يكون التاريخ ميلادي أغلب الدول أو كل الدول تقريبا إذا ضغطت عليها باللغة العربية مثلا إذا ضغطنا على قطر كما رأيتم التاريخ أصبح ميلاديا كل الدول العربية تدعم التاريخ الميلادي كتاريخ افتراضي لكن المملكة العربية السعودية تدعم التاريخ الهجري كتاريخ افتراضي نحن نريد أن نبقي على المملكة العربية السعودية لكن بنفس الوقت نغير تنسيق التاريخ إلى التاريخ الميلادي نذهب إلى تغيير تنسيقات البيانات من هنا والآن كما تشاهدون ظهرت لنا هذه النافذة تغيير تنسيقات البيانات وفيها تغيير لتنسيقات التواريخ والتقويم وأيام الأسبوع والساعة وغيرها أولا نبدأ بالتقويم عندنا تقويم أم القرى وهو التقويم الافتراضي للمملكة العربية السعودية وعندنا التقويم الهجري كما رأيتم تاريخ الهجري أو التقويم الهجري فرق هناك فرق يوم بينهما وعندنا التقويم الميلادي الإنجليزي كما رأيتم أصبح التاريخ باللغة الإنجليزية وهذا غالبا لا يهمنا عندنا التقويم الميلادي فرنسي نفس الشيء أصبح التاريخ فرنسي الأيام أصبحت أيضا بالفرنسي كما رأيتم بإمكاننا الآن اختيار التقويم الميلادي العربي التقويم الميلادي العربي يبدأ بكانون الثاني شباط آذار نيسان أيار تستخدمه بعض الدول مثل سوريا بإمكاننا اختيار أيضا التقويم الميلادي تسمية إنجليزية طبعا هو باللغة العربية لكن تسمية إنجليزية يبدأ به يناير فبراير مارس أبريل ماي كما هو معمول به في الدول الخليج ومصر وبعض الدول أيضا لنختار هذا مثلا التقويم الميلادي التسمية إنجليزية أول أيام الأسبوع بإمكاننا أن نختار حسب كل دولة لنختار الأحد حسب المملكة العربية السعودية عندنا هنا التاريخ كيف تريد أن يظهر لك التاريخ مثلا هنا عندنا عشرين يعني 2020 ظهر بشكل مختصر نحن نريد أن يخرج التاريخ بشكل كامل 2020 هنا نختار التاريخ القصير نطول التاريخ هنا عندنا تاريخ طويل وهو الذي يكون فيه مكتوب اسم الشهر بهذا الشكل يظهر في بعض التطبيقات أما بالنسبة للوقت فعندنا نظامان للوقت نظام الاثنى عشر ساعة ويكون صباحا أو مساء ونظام أربعة وعشرين ساعة إذا ضغطنا عليه كما تشاهدون أصبحت الساعة الخامسة عشرة مساء طيب نعيده إلى نظام اثنى عشر ساعة وهنا عندنا الوقت الطويل صباحا ومساء أيضا بنظام اثنى عشر ساعة أو أربعة وعشرين ساعة والآن بعد انتهينا من ضبط هذه الاعدادات كما رأيتم أصبح التنسيق الإقليمي المملكة العربية السعودية وأصبح التاريخ التقويم الميلادي تسمية إنجليزية أول أيام أسبوع الأحد وهذا التاريخ تاريخ الميلادي كما تشاهدون وهنا يظهر لنا بالتاريخ الميلادي أيضا وبهذا نكون قد انتهينا من شرح فيديو اليوم كان معكم عمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته